أعلن ديوان الخدمة المدنية أسمى 1231 مواطنا ومواطنة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين في العمل بوزارة وهيئات ومؤسسات الدولة والمسجلين بقوام التوظيف خلال فترات سابقة ودعت الوكيل المساعد لشؤون القانونية في الديوان نهلا بن ناجي المرشحين في الدفعة الحالية إلى مراجعة جهات العمل التي رشحوا لها مباشرة دون مراجعة ديوان الخدمة المدنية وذلك اعتبارا من الثلاثاء الموافق السابع عشر من مايو الجاري مع استحاب الأوراق المطلوبة